ألاقي الدنيا للأسف الشديد فيها أكتر من موضوع يثير الغرابة وأحيانا يثير الإشمئزاز أنا بكلمك بجد مش أسار بعيدا عن التسميات بتاعت ساحل طيب وساحل شرير ويمكن كنت حتى بتكلم في التليفون مع صديقي وزميلي العزيز حزم الحديدي على مسألة الأزمة الطبقية اللي أصبحت بتظهر في مصر على مدار تقريبا 30 سنة فاته بالمناسبة هذه الأزمة ما هيش وليدة السنة دي ولا سنة اللي فاتت ولا من عشر سنين ولا عشرين احنا بقلنا 30 سنة عندنا هذه الأزمة الطبقية وما كانتش موجودة قبل ده يعني سيبك من مسألة أن كان هناك نخبة من الأغنياء والوجهاء والمشاهير بيصيفه في المعمورة وبصيفه في العجم لا خالص تصور مش دقيق لأنه كان الوجهاء والأغنياء والمشاهير زمان بيصيفه في رأس البر بالمناسبة وفي جمصة بالمناسبة وفي سيدي بشر بالمناسبتين عشان بس تبقى فاهم يعني الكلام ده كان في الفترة ما قبل صورة 1953 وفيما بعدها وحتى مطلع الستينيات أو حتى منتصفه ظهور المعمورة بالمناسبة يشكر عليه جمال عبد الناصر رحمة الله عليه وهنا خلونا نهني نفسنا وشعبنا بصورة 23 يوليو يمكن أنا فاتني التهنئة نظرا للأجازة ويمكن وأنا بقول الكلام ده حتى وأنا بين قصين مش ناصري على الإطلاق عندي تحفظاتي يمكن على بعض الأمور لكن لا نستطيع أن ننكر على الإطلاق إنها واحدة من أعظم الثورات اللي حصلت في التاريخ الإنساني مش بقول لك أعظمها لكن من أعظمها لأنها إدت للناس حريتهم الحقيقية وإدت للناس حرية التعلم التعليم المجاني والصحة المجانية اللي يجي يقول لك أصل مصر أيام الملكية كانت وكانت ما تقول لش حاجة وحشة قلوا روح روح تلت ربع الناس اللي بتدفع عن العهد الملكي لو لمجانية التعليم لكانوا حفاة بالمعنى الحرفي مصر كان أكبر مشروع اجتماعي فيها مقاومة الحفاء أطلع لك كم صورة للناس وهي ماشية في ميدان الإسماعيلية ميدان التحرير حاليا وهم حافيين حضرتك عارف كده ولا لأ عارف إن كان فيه واحد فيلمية بس من المصريين هم اللي بتصورهم أفلام لبيد وسود طب عارف إنه فيلم الوسطى حسن بتاع فريد شوقي اتهم ظلما بأنه فيلم شيوعي لأنه بيدافع عن حقوق العمال واخد بالك ولا مش واخد بالك على كل اقرى كويس على هذا العهد البائد وقرى كويس على مكتسبات ثورة يوليو 1952 هرجعك على مسألة الانفصالات الطبقية الغريبة لما تسمع واحد بيقولك أصلاح نضطرين نسيب القرية دي وناخد في القرية التانية أصلاق قرية الأولانية كانت مليانة مصريين وسيادتك من بلجيكا واحنا ما نعرفش أو واحد تاني يقولك أصل البلاج اتملأ سيدات محجبات لابسين البوركيني وانت مالك انت مالك يلبسوا بوركيني يلبسوا بيكيني انت مالك انت رايح تستمتع بالجو الصحو بالرمال البيضاء البحر الأزرق الفيروزي والسلام عليكم رايح تقضي وقت لطيف انت وولادك ومراتك وأمك وأبوك وأصدقائك ويا سلام لما تبقى رحلة الصيف فيها الجيران والأصدقاء الأحباء المقربين بشكل حقيقي هو انت رايح علشان تنتقد المختلف عنك؟ ده اللي انت رايح له؟ ولا انت رايح علشان تتعايق بالساعات السويسرية على البلاجات؟ أو انت رايح علشان تتعايق بالألمزات اللي جابها النبي حرصه؟ ده شيء غريب جدا شيء غريب لمجتمع أصبح فيه عنده حالة رفض لثقافته هو كمصري رفض لمجتمعه هو كمصري رفض لأبناء مجتمعه يا ابناء هذا المجتمع نفس ذات الشعب خد بالك انه كل الناس لها أهمية وكل الناس أهميتها قصوى لأي مجتمع لو انت فعلا بجد مصدق ان انت كويس وبتفهم ومتعلم وحاجة يعني عشرة على عشرة هتعرف كويس جدا انه هذا الطنيط غير موجود في المجتمعات المتمدنة اللي في أوروبا على سبيل المثال اسكندنيفيا زي النرويج زي بلجيكا زي الدنمارك إلخ 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 ما عندهمش الطنيط ده وما عندهمش الرفض ده للمجتمع وما عندهمش الحالة الطبقية دي الحالة الطبقية دي هي حالة من حالات الانحطاط الزاتي ده بجد هو من جواه رفض نفسه وبالتالي يحاول أن يسقط ذلك برفض الآخرين ده اللي بيحصل لما ننتقل من يقول لك إيه أسخاص بقى العجم يرحت عليها ده الناس بقت ملياها ما تملاها ما تملاها فين الأزمة يعني أنت مشكلتك إيه في أن الناس كلها بتصير في العجم الغني والمتوسط والفقير أنت مالك أنت مالك لأ ما إحنا لازم نفصل نفصل ليه فإحنا هناخد بعضنا ونروح قرية مش عارف إيه وبعد قرية مش عارف إيه رحنا قرية كذا أنا مش هقدر أقول أسامي القرى عشان محدش يزعل يعني وبعد قرية كذا بقى فيه كذا وكذا وكذا وقعدين عمالين بنجري وصولا إلى سيدي عبد الرحمن وبعدين نروحين رأس الحكمة وبعدين هنخلص ليبيا ونطلع على تونس لحد ما نوصل على الحدود بتاعة القرى الإفريقية والشمال الإفريقي في آخر المغرب فننزل ناخد لنا غطس في الأطلنطي ليه؟ ناخد غطس في الأطلنطي عشان إحنا رفضين نفسنا هو أنت مش رافض حد تاني انت رافض نفسك لازم بس بتبقى فاهم كده انت رافض نفسك دي بتبقى عقد دونية هي اسمها كده في علم النفس وأساسة النفس أو علم النفس يعلمونا ويفاهمونا أنا ما عنديش أي مشكلة بس دي أزمة شديدة في الإنحطاط الأخلاقي إنك بتقدر الناس بقدرتهم على الإنفاق فتصبح القيمة مين اللي بيمتلك ثروة أكبر مين اللي بيمتلك عربية أجدد مين اللي لابس ساعة أغلى اللي لابس حلق أثمن يا سلام اللي لابس مايو ماركة واللي مش لابس مايو واللي لابس مايو مش ماركة يا للدرجات دي يعني المعيار في المجتمع ما بقاش الأخلاق بلاش يجي يقولك ترياءات بقى بتاعة الناس بتاعة اليومين دول ودي طوى قط بالمناسبة برجوازية يعني أو على رأي الجماعة التعليم الفرنساوي يقولك الأغنياء الجدد والنوفوريش ومش عارف يقولك إيه تخيل دول لسه بيعملوا ساندويتشات في البيت وبياخدوها على البحر أما لنعمل إيه يعني هو من باب الشياكة والرقي إن حضرتك تروح تشتري كباية منجب 100 جنيه هي دي كده بالنسبة لك الشياكة والرقي إيه المانع في أننا نعصر المنجب بيتنا واجبها في زمزمية ولا ترمس ولا بتسموها إيه أيا كان يعني ونشرب العيال منجب فين الأزمة إن الأم تعمل ساندويتشات جيبنا رومي وكفتة وتأكلها للعيال على البحر أو الله يا كفتة وإحنا صغيرين أنا أمي كان بتعمل لنا ساندويتشات الكفتة وكانش لسه فيه برج ده لما ظهر قنجاري زمان باعتبار الماركة انقرضت كان حدث في مصر على أيام يعني كنت ماما وطن تزوزو وطن تزوزو مرات خيري نجيب الله إرحمه دايما نعمل لنا ساندويتشات وإحنا في البيت عشان نخدها ونطلع بيها على البحر ونعود ناكل المعيار هو أنك أنت ما تلخبطش المكان تحافظ على نظافته تحافظ على نظامه مش أن أنا جايب الساندويتش من البيت أبقى إخيه أياء مش ممكن بيقى قوي واللي بيشتري الساندويتشات الغالية جدا اللي بتبقى على البحر هو ده كده اللي برينس يا سلا دي خيبة دي خيبة تقيلة بالمناسبة اللي بيعمل كده ثق وتأكد أنه لا شيء هو شخصيا لا يحترم نفسه ولا يقدر ذاته تأدير الناس بالقيم العليا والمثل العليا مش بالفلوس إطلاقا لازم المجتمع يتعلم لازم إحنا كلنا نشتغل على ده نتعلم أن إحنا مجتمع واحد مع اختلافات الطبقات المالية أنا مش من الناس اللي مؤمنة بالفارق الاجتماعية يعني بس الطبقات المالية معدلات الإنفاق القدرة على الكسب دي حاجات بتاعت ربنا ده الرزق اللي ربنا بيوزعه لكن الأخلاق هي الأساس بس أن أنت تقعد في مكان محدش يديئك محدش يغلس عليك محدش يقتحم خصوصيتك محدش يتقول ولا يتفوه ولا تبقى نظرته جرحة بس غير كده ملكش عنده حاجة يلبس إيه يأكل إيه بيتكلم إزاي انت مالك ده تلات أربع الناس دي بتنطأ كل الحروف غلط عربي كان والإنجليزي إحنا هندحك على بعض وعملي اللي فيها برنسات ده إيه الدحك ده لازم مجتمع يقبل نفسه ويقبل مجتمع ويقبل طبقاته المختلفة المالية ويقبل الثقافات والديانات والعقائد ما يطلعش حد زي الدكتور مبروك عطيه كلما يغلط يطلع لك أصلاك كانت زلت لسان أصلاك أنا ما كنتش أقصد الظاهر إن الدكتور مبروك نسي إن ربنا سبحانه وتعالى قال المسيح ده في القرآن الكريم ابن مريم عيسى المسيح ابن مريم كلمة من الله ألقاها وروح منه ده كلام ربنا في القرآن الكريم فده بقى مش عاجب الشيخ مبروك لا ما ينفعش يبقى شيخ الدكتور مبروك ودي قيمته الأكاديمية المشيخة دي صلاها كبيرة قوي قوي للي يعرف يشيل حملها ومسئوليتها ويستحملها اقبلوا أنفسكم اقبلوا أنفسكم أولا كما أنتم بمعيار واحد بسيط أخلاءك قيمك مش بنكسب كان إحيانت مثلا إنت تظن إنه في هذه الحال مفترض مثلا إنه الجماعة الألمانية عملونا وحش عشان اقتصادهم مكبر من اقتصادنا أو إنه هم دولة أغنى مننا أو الأمريكان أو الصينيين أو الفرنسويين أو الإنجليز كل دي دول اقتصادها أكبر مننا ودول أغنى مننا فيعملونا بمنطق مختلف يعني يعملونا على أن إحنا أقل أو أدنى إزاي ده إحنا بنقول العكس المعيار في الدول هو الحضارة الإرث الحضاري بتاعها ترسها ثقافتها وقبولها المجتمعي لنفسها وأتمنى أنه ده يبقى جزء مهم جدا من الحوارات اللي هتتعمل فيه مجلس الحوار أو ما أقل اللي هتتعمل فيه الحوار الوطني أتمنى أنه يتم التطرق لهذه الحالة المجتمعية اللي للأسف الشديد تواجهنا الآن وكأن هناك هاشاشة ما بين الطبقات العام المجتمع المختلف